بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ويوم جديد واستاذ الأحلي النهاردة هنتكلم عن استعدادات النادي الأهلي لليم واجهة النصر في الجولة 25 من عمر الدوري الممتاز وحنستعرض مع حضراتكم كل الفقرات التحليلية مع نجومنا الكبار كابتن مصر نادي الأهلي كابتن ماهر همام وأيضا كابتن مصر والنادي الأهلي كابتن محمد حشيش ولكن في البداية حابب أتكلم مع حضراتكم على أمر مهم جدا في كرة القدم وخاصة مع الفرق الكبير النادي الأهلي عكسه عكس أي أندية أخرى النادي الأهلي دايما بيلعب على الفوز النادي الأهلي ما شاء الله حقق 11 فوز على التوالي في بعد آخر فوز على فريق الأسيوتي وهنا أمر مهم بالنسبة للنجوم اللي موجودة في الفريق وبنسبة للفريق ككل كقوام وهو تجديد الدوافع دائما وأبدا تجديد الدوافع بالنسبة للفرق الكبيرة وخاصة اللي بتحقق نسب كبيرة من الفوز مهم بالنسبة للعيب لأن العامل النفسي من أهم العوامل اللي في كرة القدم اللي أنت بتدفع فيها اللعيب أنه يكمل في المشهور خاصة النادي الأهلي بيلعب على ثلاث بطولات مهمين جدا بطولة الدوري الممتاز بطولة كأس مصر وأيضا بطولة أبطال أفريقيا ودي من أهم العوامل ده بالإضافة إلى بطولة كأس السوبر اللي الحمد لله في طريق النادي الأهلي ستطاع الفوز بها على حساب النادي المصري إذن في بعض اللعيبة اللعيبة بني قدمين وعندهم الدوافع في بعض الأوقات ممكن تقل فإذن تجديد الدوافع دي من أهم العوامل اللي لازم بيركز عليها الجهاز الفني بكيادة حسام البدري عشان كده طول ما حضراتكم بيتابعونا في السادي الأهلي بنقعد نتكلم نقول إن كابتن حسام البدري بيعمل محاضرات بيعمل محاضرات بيعمل محاضرات المحاضرات دي بيبقى فيها شق فني بيبقى فيها شق نفسي لأن العامل النفسي من أهم أربع عوامل في قرة القدم لازم تكون موجودة للعيب ولعيب النادي الأهلي بيبقى مختلف مختلف إنه مطالب دايما إنه يحقق انتصارات عليه ضغط كبير جدا من كل الجوانب سواء من جمهور النادي الأهلي اللي ما بيرضاش إلا بفوز وأداء دلوقتي في بعض الأوقات وخاصة أمام فريق الأسيوتي نادي الأهلي أداءه ما كانش على طبيعة مباراة النادي الأهلي فابتدى الجمهور يقولك الأداء راح فين على الرغم من أن فريق الأسيوتي يمكن من أفضل الفرق اللي السنة دي بتلعب كرة قدم في الدوري الممتاز بتلعب كرة قدم فعلا حقيقية اسلوب لعب متطور اسلوب لعب مختلف تتفرج على فريق الأسيوتي تحس إن فرقة كرة مختلفة عن طباع الدوري الممتاز ليه طبعا لازم ندي كل التقدير وكل طبعا الشكر للكابتن علي ماهر اللي مجمع فرقة السنة دي بالعوامل اللي عنده والإدارة يعني القوة المالية اللي عنده وبيقدر يلعب يعني هذه الطريقة في كرة القدم ده من الحاجات اللي تحسب له صراحة فإلى حد ما كان ند قوي أمام النادي الأهلي وده برضو حاجة بتحصل في كرة القدم مش في كل الأوقات هتبقى بتلعب بالنسبة 100% كلنا بنشوف برسلونا كلنا بنشوف الريال كلنا بنشوف منشستر سيتي كلنا بنشوف كل الفرق الكبيرة اللي مميزة حتى بير مينيخ ممكن تلاقي عنده فترة من الفترات بيكسب أب شكل كبير جدا ولكن الأداء ممكن إلى حد ما يبقى فيه تباين التباين ده هنا بيجي وقت تجديد الدوافع وقت تجديد أن أنت بتصحصح لعبتك بيه أنت بتلعب على إيه إيه اللي مطلوب منك إيه إنك لازم تكمل فيه مشوارك لازم تفضل تهاجم لازم تعد تحترم منافسين خاصة النادي الأهلي مثلا غدا هيلعب فرقة بتصرع من أجل الهبوط ويمكن أن المركز الأخير في جدوى للدوري الممتاز وهنا تجديد الدوافع لأن بالنسبة لك أنت لقاء 3 نقاط ولكن بالنسبة له هو كل حاجة مطش ده بالنسبة لك حاجة بالنسبة لفريق النصر كل حاجة هيسوق نفسه عايز يبين بشكل مميز عايز يبين لعبته عايز يسوق لعبته وأندية كبيرة جدا وكتيرة جدا يمكن أغلبية الأندية اللي بتبقى بتصارع أو بتبقى في هذه المنطقة بيبقى بالنسبة له مطشات الأهلي ومطشات الزمالك ومطشات الكبيرة اللي بيعليها نسبة مشاهدة جنبها هي المطشات اللي بيسوق فيها نفسه فالمطش بالنسبة له كل حاجة وانت المطش بالنسبة لك هو مجرد ثلاث نقاط وانت محتاج تكمل لنك تاخد الثلاث نقاط عشان تحصد بطولة الدوري الممتاز سريعا وده شيء ما يعبكش فيه ناس كتير تقولك الدوري لما بيخلص بدري بيبقى غير ممتع ده قصتهم هما ولكن النادي الاهلي عايز يحصد بطولة الدوري في الوقت المبكر عايز يريح نفسه لان هذا الموسم الصراحة كرويا وفنيا وبدنيا مختلف تماما على اي موسم تاني كل سنة الدنيا بتتغير الاهلي هذا الموسم عنده يعني في شهر فبراير فقط هيلعب ثمان ماتشات في شهر طبعا نسبة كبيرة جدا انت مفروض بتلعب كل اسبوع ماتش طيب لو هتزيد يبقى مثلا خمس ست ماتشات في شهر ده نسبة كبيرة تخيل انت بقى بتزيد على كده ثمان ماتشات وده اللي بيبينلك ان كل ماتش انت عندك ضحايا الضحايا هي عبارة عن اصابات كل ماتش لازم يطلع لك اصابة على مدار الموسم وده حاجة لازم نكررها ولازم نكرر الشكر الجهاز الفني باكمله بما فيه جهاز الطب بما فيه جهاز طبقة البدنية بدنية اخصائي اللياقة البدنية اخصائيين التدليج كل المنظومة اللي جواه جهاز الفني النادي الاهلي بالنسبة لهم الموسم ده اكتر من شاق انت 8 ماتشات في شهر شهر اللي قابله لعبت 7 ماتشات شهر اللي قابله نفس الموضوع ومرورا بقى لما كنت لنادي الاهلي بلعب في دورة ابطال افريقيا موضوع صعب جدا بيقع عندك اصابات كتير وغزب عنه الماتش اللي فات عبدالله السعيد الماتش اللي قابله كزا الماتش اللي قابله ميدو جابر الماتش اللي قابله رامي ربيعة الماتش اللي قابله سعد السمير الماتش كل شوية هتلاقي لعيب بيقع بالنسبة لفحمد هاني كل مباراة هتلاقي عندك لعيب من القوام الرئيسي بيبتدي يحصل له اصابات وده اللي قادر الكابتن حسنان البدر الصراحة هذا الموسم موسم استثنائي بالنسبة له من ناحية الفنية وانه ازاي يتغلب على هذا الامر لانه في كرة القدم اي مدير فني في العالم بيبقى عنده جدول بناء على هذا الجدول بيبتدي يحط الحمل الحمل ده موضوع مهم جدا فيه كرة القدم فيه ناس ممكن ما تدلوش اعتباراته لكن بالنسبة للعيب ما هو بيعمل اداء الاداء دوت عبارة عن مخزون بدني بيديه فيه حوالي مثلا تسعين دقيقة تسعين دقيقة هيبقى حملة عالي الموضوعات كلها حملة عالي فانما لازم على مدار الاسبوع بتقسم الحملة انت دلوقتي في الاسبوع بتلعب تلعب تلعب موضوعات فاصلا يعني في طبيعة البناءات لازم بعد ما يلعب حملة عالي لازم بياخد راح عشان جسمه يعمل الاستشفاء اول الريجينريشن ويبتدي يشتغل تاني حملة عالي ولكن النادي الاهلي على طول شغال حملة عالي حملة عالي موضوعات متتالية فنسبة الإصابات هذا الموسم برضو استثنائية برضو استثنائية وما تتفاجهوش والناس اللي بتيجي التتابع بتقولك ليه كله ماتش نا عندنا العيب من النادي الاهلي بيتصاب ده كده فيه مشكلة في الجهاز الطبي ده كده فيه مشكلة فيه أخصائر اليقى البدنية ده كده فيه مشكلة في الجهاز الفني الكلام ده بسبب ضغط المباريات المتواصل وكان على لجنة المساعدات في اتحاد الكرة غير ان هو يراعي ان لازم يخلص الدوري قبل كاس العالم لازم يراعي ان فيه بنا قدمين بتلعب وانت محتاج لعيبة عشان تلعب بهم كاس العالم فبهذا الامر يبقى الامر صعب جدا وخلينا اقول له حركة قائمة النادي الاهلي